اشتركوا في القناة 30 من ديسمبر 2022 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة ذاتها وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية وخلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي كما قرر المجلس الموافقة على تسمية ممثلي مجلس النواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية واعتماد قوائم عضوية لجان المجلس كما شهدت الجلسة مناقشة عدد من المشاريع بقوانين وعدد من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وفي بند ما يستجد من أعمال قرر المجلس الموافقة على طلب إصدار بيان بمناسبة يوم المعلم العالمي طبعا اليوم وصلتنا ردود الحكومة عن المقترحات التي تم تقديمها في الدور الماضي والهي كان أغلبها في تثبيت البحرينيين أو بحرنة الوظائف بشكل أكبر أو بنسبة أعلى في القطاع الحكومي والهيئات الحكومية طبعا كان فيه تجاوب من الحكومة في الردود فيه انتاجية جديدة فيه أعداد زادت في توظيف البحرينيين في القطاع الحكومي لكن اللي احنا اليوم أكدنا عليه ونطمح له أن يتم الإسراع وزيادة في توظيف البحرينيين في القطاعات الحكومية وكذلك أكدنا على أن يجب أن يكون هناك امتيازات إضافية تدعمها الحكومة في القطاع الخاص عشاء سيكون هناك تحفيز للمواطنين أنهم يلتحقون بالقطاع الخاص